السلام عليكم إخوة والأخوات كيدرين لباس عليكم أتمنى أن أمركم بإخير والأخير أتمنى أن الله سبحانه وتعالى لقاكم هذا الفيديو في أحسن الحوال وكذلك تشكرون الناس لينضموا القناة مؤخرا وتنتمنوا أن نكونوا عند حوصة نظنكم إخوة في هذا الفيديو سنتكلم على واحد الموضع أو واحد الإضافة مؤخرا الآن انضافت إلى نهر أبي رقرق ونجلوا بعدها أولا الأخوة نشرح لكم دقة دقة بتمشيوا ونتمنى أني نتوفق نشرح لكم كما تتشوفوا معي الآن أنا في المرصة الآن دي المارينا وكما تتشوفوا معي كان هذا اليوخوت هذا يوخوت كان يوخوت دي الناس مغاربة وكان يوخوت دي الناس أجانب تأتي من دول غربية تأتي من إسبانيا من إيطاليا من ألمانيا ما تتخلوا مني تأتي من الرباط تدخلوا للمرصة دي المارينا وتحطى ثم اليوخوت دي الهم وتم كذلك الاخوار كان أجهزة دي الدولة فيها رجال أمن فيها جماريك فيها قاعد أجهزة اللي تتكلفوا بهذا الناس يبونتيوا معهم تشوفوا يعني كما تنشوفوا حناية يعني تشوفوا هم شكون هما منين جايين يعني الترخيص اللي عندهم كل الوطائق هذا أمر بوحده إذن هاد الناس يدخلوا من البحر وتدخلوا للنهر وتبشيوا المرصى حنا الأخوت بلتنكونوا غادين في الطريق دي ما بتتكون غادين في الطريق تتلقى واحد الإشارات على اليمان على اليسر تتقول لك عندك هناك منحضار عندك ركاين فيراج دوبل فيراج أبل صفحة تساقط الحجارة المهم انت غادين في الطريق والطريق ستتجدر معك هناك إشارات تتعلموك وتقولوا لك هناك خطر كين هادي كين هادي انت غادين في الطريق يعني والإشارات كينين يعني ستكون هاديك بحل رسالة يعني من طريق اللي كنت هيا إذن دباح النهر في النهر هذا النهر هذا عندنا الآن يخوت تدخلوا لنا من البحر تدخلوا للنهر بحال اللي يخسدها هو الان صدفتنا وغادي بنقدامكم داخل غادي بشي يعني غادي شد الطريق ديالوره وغادي غادي غادي وغادي للمرساة بالليتي يجي هادليخ تمثل الاخوة بالليل بالليل جاي بالليل تيكون يعني هالضلام وخاكين ضو ديال مارينا ولكن راكين يضلام يعني في الماء غادي بلولو في الماء يعني وحنا عارفين على انه الناس ديالرباطيس لاركم عارفين بالليتا ندخلو من دخلا يعني بل ど بحر ندخلو للنهر شنو عناعما. عنا المول الكبير ديالسة عندنا المول الكبيرahi دا الراباط. عنا المول الصغير ديالسة عندنا المول صغير data الرباطHY ما غادي ان سميه وعند واحد كذلك واحد الحاجز هوت زدنا هنا في القرى عندنا خمسة ديال الحواجز الساخرية.onal قيمين على كما تنقروا الامن والسلامة ديل الملاحة في النهر ابي رقراق فكرو واحد تفكير واشنو دارو لana خوت دارو لينا علامات وإشارات ضوئية الهدف ديالها هو أنها تعلم هاد ليخوت كما تشوفوا معي هاوا الإخوة واحد هاوا في هاجزة خريرة وفي الراس دياله وكين في المون وكين يعني هاد إشارات ضوئية من دخلة ديال نهر أبي رقراق أو نقولوا نحن من دخلة من البوابة لفصلة ما بين البحر والنهر يعني من المون الكبير وانت دخل وهاد الإشارات الضوئية كينين بش يعلموا اليخوت على أن هناك حواجز يعني توخى الحضر وبتعد من الحواجز وهنتم ما غادي تشوفهم معي الآن في الكورنيش النهري ها هما الإخوت كذلك الآن في الكورنيش النهري هذا الرباط را كينين جوج تزادوا لينا كينين وحدة تقريبا را تتشوف في الوداية وكينين وحدين وحدة أخرى تتشوف كين في المنطقة في أن تكونوا قوارب الصيد التقليدية أي قرب تلك المقهى يعني مقهباته لكينة إذن ها هما الخوت هادو تشتغلوا أوتوماتيكيا دون تدخل عنصر البشري يعني ما يحتاجوا شي واحد يعد يجي يخدمهم ويمشي وعاوة ثاني يأثير واجي إلا هادو تشتغلوا أوتوماتيكيا تشتغلوا بالليل وراء الناس الآن تكونوا في مارينة بالليل را تشوفهم تشتغلوا وكذلك تشتغلوا بلتتكون ظروف الجو خيبة بتتكون ضبابة كاتفة هادو بتش يعلموا ليخوت لأن هناك حاجز توخى الحضر وعندك تقرب را كينا شي حاجة لتتشكل عليك خطر باش هاكل إخوة تنفروا السلامة في الملاحة النهرية واليخوت تدخلوا في أمن وأمان حتى تدخلوا للمرصة وبل تكونوا عاوة ثاني غادين بحالتهم تخرجوا عاوة ثاني في النهر بأمن وأمان حتى تخرجوا البحر هذا هو ليكينا إخوة والناس اللي عارفين في الرباط را كينا وحدة كبيرة في الرباط اللي كينا يعني في قرب مقبرات الشهداء يعني قرب شاطع الرباط كينا وحدة كبيرة لخوت اللي تتعلم يعني البواخر الكبرى في البحر الداخل لأن هناك ساحل تحياتي لكم أيضا طيبون الكرام